لماذا لحظة أنت قدمت استقامتك؟ أنا كنت من طوى من سحب يرحم والديك يا إسلام هذا سؤال الوزيح سؤال بارك الله فيك أنا إنسان عامل لسؤال اللي عامل قضايا مع عبد السلام اليونسي كعضو هيئة مديرة في القضية متاعي مكتوب كعضو هيئة مديرة قدمت ترشي قدمت معناها قضية السيدة عبد السلام اليونسي السيفة متاعي خليتها على أساس مش نكمل بها القضايا واختيلي قضايا الكل اتعديو وساييه خرجت عملت فيديو الأول وعملت فيديو الثاني قلت يا ناس طوح عن الأول اللي يلزمنا نقدمه استخالتنا هتردوسيك إنشاء قد بالقضايا هو أي حد لو نجري عامل قضية مش نجري أن يكون حتى عضو هيئة مديرة أي حد أنا أنت غدو أي إنسان يمشي عامل قضية مش نجري أن يكون عندك سيفة لا هنقول لك أنا بالضبط كل إنسان تنجري أن يعمل قضية لكن يقول لك أنت عامل قضية يقول لك شاهدة شاهدة من الأهل أو شكول لك علي ما عندك الحق هذه نحب أن نوضحها نجري أن تعمل قضية ويخذها بعين الاعتبار ويرفوزيلك يريسي نيدي يقول لك أنا منتخب وأنا عندي جلسة عامة تفضل أخويا بجلسة العامة نعتيك الحسين بينما يأتي عضو هيئة مديرة ونيئة برئيس مباشر ويحكي حقائق ويقول ما فهم شيء ويزيد يسأل عن هذا يولي للحاكم يأخذها بعين الاعتبار ويقول يأخذها قمور مناعة من الداخل واللي يخوفها إجراءات هذاك عليش هو أنا كانت عندي سيفة متاعي خلاتني اللي نجم المعنى الشأن العدالة كانت نجم تقدم خير من قبل ما هو صحيح فيها قضية قضية صحيح ما هو صحيح خذت مجرية وخذت كورشيل ومناش كل بحثنا بحثنا نهار 16 مارس 2019 وعندنا رونديفو نهار 23 مارس ليس يعرف أحد عم بقولها اليوم 23 مارس 2019 هو الموعد البقية الأخرين أنا مشيت نهار 16 كملت إجرائيتي قولي برا على روحك سايو فيك الأخرين هذ 23 كل هل تلهم هي أمودية لك يا ببريسك تسمعوا معنا يا سيئس ايه تسمعوا لا لا سمحني صارت الكورونا وخرت توقع رجعت ناس كلها تمحة كان في بالك كان عندك جمع الفات جمع الفات دنيا رجعت رجعت كل يبحض بكل شيء في موضوع اللي هو موجود اساس ما هي عن شوكة بيب مكافحة الفساد وفي القطب القضائي قطب القضائي قضية قدمها فوز السغير عندك فكرة شنو صار في الأبحاث ابحاث متقدمة برشة برشة نقوله أنا أنا صاحب القضية وليتكلموا ضمن كلهم طوام مش عارفين أنا صاحب القضية وإنا قدم القضية إسلام وإنا قاعد بشر فيها وهو كان الأستاذ سمراني سمراني ينجم يعطيك تفاصيل كامل كلها اللي موجودة وكل شيء دي جال برح في تلفز متلافز دي جال حكاية ووضح شوية وقال كيفاش القضية دي ماشي هات القضية ماشي ومراوها وكل شيء في ثم جلسة معينة لحاجة ثم جلسات والله ما نعرش ما نقذبش عليك ما نقذبش ما نعرفه ويشنو مائل قضية مائل قضية مائل قضية ما يفوتش اخر جوع اخر جوع اخر جوع تصنع برشا حاجات جديدة في نادي الفريقي محاسبات وكل شيء فماش كوناش بشد الحبس لا ما نتمنىش الحبس حتى حد انا نتمنى كل انساني بحركة نادي الفريقي ويعطيوا الفلوس ويعطيوا كل شيء عمري ما نتمنى الانسان يمشي الحبس وما ما لقلل رئيس نادي او مسؤوش النادي ذا منتمنىش اذا ثبتت عليه عد ايدانك برئيس الانسان نادي وإذا انسان يكون كرئيس نادي وكل شيء وثم تجاوزات اخر وثم يصلح ويوضح وكل شيء انا مراش مانا ما لديش حتى مشكل توضيح صارت مكافحة بينك وبيتعب السلام اليون سيح حكينا شنو صارتها هي مكافحة مكذبش عليك في الوقت ذاك والله نسيته بالضبط الموعد نسيته بالضبط صارت مكافحة على اساس ما لديها سيدة ذا عملوه تحجير سفر في القضية اللي عملتها انا اللي هي قضية ذا التي عدقت بالقضايا عايتولو استدعوه وعملوه تحجير سفر ان شاء المطار رجعوه وقتك ماشي للبي صارت مكافحة مبينو بحث وكل شيء الأبحاث صارت سمحني ندخل في الأبحاث وكل شيء خاطر هذه أمور سرية وامور قضائية نحبش أن ننواح لكن نعطيك بالضبط التفاصيل ما نعطيك التفاصيل ما نعطيك مبارك باش نفهم ويشتفهم صارت مكافحة ومكافحة صار فيها معناها كما يقول ما بينو بينو معناها حديث على اساس معناها السيدة ذا اللي هو مش يمشي خطر عنده الدات الترنتا يان ذكار يظهر والله نسيت لقت ترنتا يديسون بالنسبة اللي هو اللي قام في دبي إذا ما يمشي نهار ذا كالتيح صارت معناها كل نعرش كل مفاهمة وقال نرجع بعد ستين وما نرجع أرجع أكثر وكل شيء وبعد القضية ذا وقال مريض وقال عنده مسيكل وعنده إن شاء رب يشفيه وكل شيء واحد متمنس الإنسان أي حاجة رجل مولو أرجعنا نهار 6 مارس 2019 الموعد استدعوت للناس يمكن بريسك شيت أنا العشر عشر 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 ومتوخر الموعد خرجنا أناس بشياء أرواح كيفية أنا برع روح سأي وفاة مهمتك أنت شاكي شيت أنا أدليت بالممتلكيات عندي تصريح الأمناك كل شي قلت الكلاب مني الحاكم قال تصريح الأمناك ونذكر مواعيد تجمع الأخرين نهار 23 و24 مارس 2020 لانتلاق صارت الكورونا كان ذكر وقفة البلس كان دين نهار 20 مارس وقفة الدنيا كلها رجعوا الجمعة لي فقط بعد جمعة رجعوا الجمعة ذي سوى القطر القضائي أو ماهو صعب من غبيعة بستاملونسي في المكاف والله يا أسلام من حبث تعمزية من حبث ندخل في التفاصيل خطر الأبحاث زيارية كل شيء تعمل من حاجة من حاجة من تفاصيل ندخل من تفاصيل من تفاصيل الشيء وماهو تكفحنا على حكاية الشيكي بيك السيدة ذاقة ما معناها لانتلاح لا يعتبر لا يوجد لا يوجد لا يوجد قطوة ما لديك الفلوس اللي داخلها مستعدة لكم الكل متهزفين من تيو اس بايس نورمال مو يدخل البانكة وبعد عاو تخرجهم في حاجات كنا كيف وراه نقص انت عشرة ملايين إجاباته كانت مقنعة إجاباته كانت مقنعة عب سلامي الوصف وما نكذبش عليك أنا دخت في الإجابة عب سلامي الوصف شكال الراجل داخل قال يمكن يا أخويا من عرشنا توا احنا قاعد نحضر حسابت يمكن قال ومتهمك السيدة دي بالاستيلة على عسر مليل عسر مليار دوين قدت بيها تينا في السؤالة داي هوا يسمع فيها تطور إنه دخت بس كت ومع ما نعرش يمكن عنده الحسابات يريد الفئة يحبش يقول ما حبش يتعدى حاجات يمكن نحضر فيهم قال ما نعرش صارت مقياح فهم بينه وبينه ومش نزلت كما يقولوا برش ناس على القضية بلي ما أنا راو يا ناس منها جمس نتقاضى منها جمس نعني نتقاضى على القضية دي حتى ولو فوز صغيري حبيت نزل على القضية دي راهو الحاكم ما سيبش حق العام ما سيبش ونس كلك سيبش وقعت كل مفاهمة مش يسافر أو درجاعوا لفوفونيه هنا وهو تقوى أبحاث الجارية والأمور ماشية والقضاء وقضاء كلما تقول كلما تولا مستخدم القضاء القضاء هو سيد الموقف وليش أنا فوز صغيري ترجمة نانسي قنقر